اشتركوا في القناة أسمع آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة ذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني المجيد في هذا المقام أولا لا يفوتنا الناشيد بهذه المكرمة السامية من لجن جلالة الملك التي تعودنا عليها دائما في هذه الأعياد الموطن المجيدة أيضا هناك التوسع في فلسفة العقوبة من العقوبة الجبرية إلى عقوبة الدمج في المجتمع والمحافظة على النسيج الاجتماعي وعلى تحويل النزيل إلى أنصر فاعل في المجتمع يفيد إسرته ومجتمعه ويكون سنداً للوطن طبعا التوسع عبر إدخال السجون المفتوحة كمرحلة تهيئة وتدريب وأيضاً تستيف للنزيل ليتمكن من أن يحصل على المرحلة الأخرى وهي مرحلة جاهزية للدخول في البرامج في برنامج الأطوات المتحدة نعم سعدت المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحوق الإنسان شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر